وفي لقاء خاص لتلفزيون المصري أكد أعضاء مجلس النواب أن الصناعة هي أحد الملفات الهامة التي تليها الدولة اهتماما بالغا في ظل التغيرات الإقليمية والدولية كما أشار النواب إلى جهود الدولة لإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة وذلك من أجل توطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية نتمنى المزيد من الانتاج ومن العمل ومن الصناعة المصرية لأن بلد من غير صناعة أعتقد مش هيكون لها مستقبل فنتمنى إن شاء الله التوفيق للصناعة المصرية ومزيد من افتتاحات المصانع وكمان دعم للشباب البلد بإذن الله هتقف على رجليها ويمكن هو خلال كلامه قال كم مرة أن احنا هنصنع الدولار الناس قالت يعني هنصنع الدولار يعني أن احنا هنزود فرص الصناعة فبالتالي هنوفر عملة صعبة وبإذن الله المناخ الصناعة في مصر يبقى كويس في إذن الفترة الجاية